الدراسة تستأنف على مستوى المؤسسات التربوية بعد أسبوع من عطلة استثنائية كانت فرصة لتلاميذ من أجل المراجعة والتحذير الجيد للفروض التي ستنطلق بحر هذا الأسبوع درست دروس تبعي وحفظت عودة الوظائف لاتتهم للمعلمة ووجدين الاختبارات والفروض الحمد لله دزنا العطلة ونحفظ في المواد ونرجعنا الدروس لقريناهم وحلينا الوظائف لاتتهم لنا الأستاذة ونوجدين الفروض والاختبارات كيف أعطيتنا العطلة؟ أعطيتنا فروض درناهم وبدنا نديروا كل مهار نديروا شوية ونعجعوا الساتذة يؤكدون أن التلاميذ في مختلف الأطوار التعليمية الثلاث وبعد العودة للنظام العادي تم تسجيل تجاوب ملحوظ وتحسن في مستوى استيعاب التلاميذ بعد التراجع الكبير الذي لحق بهم خلال جائحة كورونا استدراك ما تم تضيعه في سنوات الماضية لا يخفى عليكم أن فترة كورونا قد أثرت كثيرا على مستوى التلاميذ أثرت على أرصدتهم اللغوية أثرت بشكل واضح لكن الحمد لله عادت كل الأمور إلى مجراها سنحاول نحن وتلميط طبعا استدراك تلك النقائس التي كانوا قد تعرضوا لها إجراءات استثنائية أقرتها وزارة التربية الوطنية فيما يتعلق بإجراء الفروض حيث سيتم إجراء فرضين في المواد الأساسية وفرض واحد في المواد الثانوية مع احتساب علامات المراقبة المستمرة ترجمة نانسي قنقر